بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله جل وعلا أنعم على عباده المؤمنين بقيام الليل وجعله أفضل أنواع الصلاة بعد الفريضة وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقد أوجب الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قيام الليل وجعله على أمته مستحبا ومندوبا إليه وقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ نِصْفَهُ أَوْ إِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلَ أو زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأمته أن قيام الليل بالنسبة لهم أنه من المستحبات وليس من الواجبات ولكن أجره وثوابه عظيم وجزيل وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الذين يشغلون أنفسهم بقيام الليل في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوف وطمع ومما رزقناهم ينفقون كما ذكرهم الله جل وعلا في مقام المدح والثناء عليهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون هذا مدعاة إلى أن الإنسان يحرص على قيام الليل في رمضان وفي غير الرمضان ويتأكد في رمضان أكثر من غيره وخص رمضان بصلاة الترويح صلاة قيام الليل وتسمى بالترويح سمي الترويح لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيها فيسترحون بعد كل أربع ركعات يصلون تسليمتين ثم يسترحون بعض الوقت ثم يصلون الشفع والوتر ثلاثة ركعات هكذا كان الحال بالنسبة لبعض الناس وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرت عائشة رضي الله عنها من حاله قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا متفق عليه وهذا بيان لحرص رسولنا عليه الصلاة والسلام على التعبد لربه وشكره على ما أنعم به عليه من نعم وأعظمها منحه النبوة وجعله هو نبي خاتم الرسالات عليها أفضل صلاة وأزكى السلام وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على قيام الليل وقد قال في شأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه نعم العبد أو نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل يقول سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا متفق عليه وهذا تنبيه لهذه الأمة على أن تحذو حذو نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم من الاجتهاد والمحافظة على قيام الليل والاجتهاد في أن لا يضجع الإنسان منها ولا ليلة واحدة وصلاة الليل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في بيته في منزله وفي رمضان صلى ليلة بالمسجد واجتمع عنده بعض الناس وفي الليلة الثانية تكاثر الناس حتى امتلأ المسجد ثم لم يخرج لهم بعد ذلك ولما التقى بهم في صلاة الفجر أخبرهم أنه يعلم بحالهم لكنه ترك الخروج إليهم خشية أن يكون هذا فرضا في حقهم فلا يستطيعون القيام به كما ينبغي ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال عليه الصلاة والسلام قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان رواه البخاري فنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم خشي على أمته أن تفرض عليهم هذه الصلاة فيقع منهم تفريط أو عجز في أدائها فتحاشى أن يستمر في الخروج إليهم شفقة بهم ورحمة بهم وقيام هذه الليالي سبب لمغفرة الذنوب كما مر في الحديث السابق المتفق عليه وهو أنه تغفر له ذنوب ما تقدم منها إذا عرفنا هذا فإن من كمال هذا التشريع ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أن يكتب هذا الأجر وهو قيام ليلة كاملة لمن قام مع الإمام في الصلاة حتى ينتهي الإمام منها كما جاء في حديث أبي ذر رضى الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله لو نفلتنا هذه الليلة يعني لو أنك صليت بنا هذه الليلة حتى الفجر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة رواه الترمذي وقال حسن صحيح فيجتهد الإنسان في أن يبدأ مع الإمام وينتهي مع الإمام لا يفوته شيء من أولها ويستمر معه إذا دخل حتى ينتهي الإمام سواء كان يصلي 11 أو يصلي 23 أو يصلي أكثر أو أقل والإمام المراد به هو الإمام الذي تنعقد به الصلاة في هذا المسجد أو في هذا المكان أو في هذا البيت فإذا دخلت مع الشخص الذي يصلي الترويح ابتدأت قيام الليل معه وتنتهي معه عندما ينصرف وتنتهي الصلاة وتتوقف في هذا المكان فيكتب الله تعالى لك من الأجر والثواب كأنك قمت إلى طلوع الفجر وهذا منحة من الله جل وعلا وفضل وإحسان على عباده المؤمنين وقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف نحن ونحن المذنبون المخطئون المحاسبون على كل صغيرة وكبيرة ومع هذا نفرط في هذه الصلاة التي إذا أطال الإمام قد تصل ساعة أو ساعة ونصف وأكثر الصلوات أقل من ذلك في المساجد وغيرها فلا يبخل الإنسان على نفسه بشيء من هذه الصلاة في هذا الموسم المبارك ووقت صلاة الترويح ما بعد صلاة العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر فمن حين يصلي الإنسان العشاء يدخل وقت صلاة الليل قيام الليل الترويح في رمضان أو في غيره قيام الليل في أي ليلة كانت من السنة وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله فما كان الأئمة يصلونها إلا بعد العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنه وعلى ذلك أئمة المسلمين لا يعرف عن أحد تعمد صلاة قبل العشاء وقال أيضاً لا يزيد على إحدى عشرة ركعة لا في رمضان ولا في غيره أو ثلاث عشرة ركعة ورد عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً متفق عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع ركعات ثم يستريح يعني يصلي ركعتين ركعتين من تسليمتين ثم يستريح بعض الوقت ثم يقوم ويصلي أيضاً أربعاً ركعتين ركعتين ثم يستريح ثم يقوم ويصلي ثلاثاً ركعتين ثم ركعة يتر بها صلاته التي مضت هكذا كان في رمضان وكذلك غالب حاله في غير رمضان وربما نقص عن هذا العدد في غير رمضان بحسب ظروفه وأحواله لكنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل قيام وربما قرأ في الركعة الواحدة في البقرة وآل عمران والنساء يعني خمسة أجزاء وربع يقرأها عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة أحيانا وليس دائما وإنما هذا يخضع إلى نشاطه وقوته عليه الصلاة والسلام وظروفه التي يمر بها وهذا مدعاة إلى أن الإنسان يحرص على أن يجتهد في أداء هذه الصلوات حسب طاقته وقدرته وإمكانياته وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة متفق عليه وسنوضح هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله وحمل بعض أهل العلم زيادة هتين الركعتين أنها سنة العشاء وقال بعضهم بل هي من قيام الليل من صلاة التراويح وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثناء فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه هذا الحديث إشارة أو تنبيه أو نص من النبي عليه الصلاة والسلام على أن لا عدد لركعات صلاة التراويح في رمضان وكذلك قيام الليل في غير رمضان فالإنسان يصلي من الليل ما شاء مثنى مثنى سواء ثمان ركعات أو عشر ركعات أو عشرين ركعة أو ثلاثين ركعة أو أكثر من ذلك لكن يختمها بواحدة توتر له ما قد صلى وهذا يعود إلى نشاط الإنسان ورغبته في القيام وظروفه فإذا وجد من نفسه نشاطا فإنه يقبل على الصلاة وإذا رأى من نفسه النشاط في تطويل القيام فليطور القيام وليقلل عدد الركعات وإذا كان طول القيام يشق عليه فيقصر القيام ويكثر من عدد الركعات وهذا كله سنة لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التحديد بإحدى عشرة ركعة من فعله وأما ما زاد عليها فهو من قوله عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث نص في هذه المسألة فلا يبدأ أحد إذا صلى ثلاث وعشر ركعة أو ثلاث وثلاثين أو أكثر من ذلك فالكل سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرسول الله صلى الله عليه وسلم اختر لنفسه هذا الرقم إحدى عشرة ركعة لأنه يطيل القيام في كثير من ركعاتها وغيره لا يستطيع أو لا يتحمل مثل ما يتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته في أيام السنة وفي رمضان يصلي أحيانا مفردا وأحيانا يكون معه بعض أهل بيته يصلي بهم وكما قلنا قبل قليل أنه ترك صلاة الجماعة في المساجد خشية أن تفرض على الناس فيبقى العصل أن الفضيلة في أدائها في المساجد جماعة وأما إذا أراد الإنسان أن يصلي في بيته فإن له ذلك يصلي بأهله في قيام الليل والنوافل وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الحث على أداء النوافل في المنازل بقوله أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فالفرائض يجب أداؤها في بيوت الله في المساجد وأما النوافل فإنها تؤدى في البيوت هذا هو الأفضل في حقها وصلاة وصلاة الفرائض تؤدى في المساجد على الوجوب بالنسبة للرجال دون النساء وأما المرأة فصلاتها الفرض والنفل في منزلها هو الأفضل في حقها في كل وقت في رمضان وفي غير رمضان وقد ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إنه بات عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فيقول فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجالس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين ثم 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 رك إلى كثيرة لكن سنتحدث عن بعضها من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون أقارب الإنسان حوله ويألفهم ويألفونه ويتواصل معهم ويتواصلون معه ومن ذلك أن ميمونة جاءها ابن أختها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فبات عندهم تلك الليلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته على فراشهم وابن عباس معهم على الوسادة إلا أنه هو نام في العرض وهم ناموا في وضعها الطبيعي وهذا من نوع التودد للصغار وكان ابن عباس غلاما صبيا في ذلك الوقت رضي الله تعالى عنه وارضاه اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ونامت تلك الليلة حتى انتصف الليل أو قاربه أو تعده ففي هذه الحال استيقظ عليه الصلاة والسلام ثم تلأ العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض باختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات إلى آخر السورة فبعد ذلك مسح وجهه بيده وقام وتوضع من ماء في شن معلقه المراد بالشن هي القربة القديمة فأخذ من مائها وتوضع عليه الصلاة والسلام وضوءا حسنا أعجب ابن عباس وهو ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء حيث كان يقتصد في الوضوء لا يسرف استعمال الماء وإنما يستعمل من الماء على قدر الحاجة فهو عليه الصلاة والسلام كان يتوضع بمد والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل يكفيه عليه الصلاة والسلام في الوضوء ثم قام يصلي فعبد الله بن عباس وهو شاب حريص على كل أمر طيب وحسن أعجب بهذا المنظر فقام لمشاركة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال ففعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوضوء وقام ووقف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام لكنه وقف على يساره وموقف المأموم إذا كان واحدا هو يكون على يمين الإمام فالنبي عليه الصلاة والسلام أمسكه من رأسه وأذنه وفتل إذنه يعني حركها ودلكها أو نوعا من الدلك الخفيف ثم أداره وجعله عن يمينه لأجل أن يكون وقوفه وقوفا صحيحا وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خالته ميمونة خلفهم رضي الله تعالى عنه جميعا ثم ذكر الصفة التي صلىها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنهم صلوا ست تسليمات ركعتين ركعتين منها خمس ترويح قيم الليل ومنها ركعتين هي الشفع ثم واحدة هي الوتر فهو يقول فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين هذه عشر ثم ركعتين ثم وتر أو ثم عوتر فهذه ثلاث مع عشر المجموع ثلاثة عشرة ركعة وهذا الحديث متفق عليه فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في قيام الليل في رمضان ثلاثة عشرة ركعة عشر ترويح وثلاث شفع ووتر ثم اتجع النبي صلى الله عليه وسلم اتجاعا خفيفا ليستريح بعد قيام الليل حتى جاءه المؤذن فاستأذنه في الأدان فقام وصلى راتبة الفجر ركعتين ثم خرج للناس وصلى بهم صلاة الصبح فهذه ثلاث وعشرة ركعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الترويح في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي وآلة الخلافة إلى عمر رضي الله تعالى عنه ورأى أن الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زاعا بعضهم يصلي وحده وبعضهم يصلي مع صاحبه اثنان وبعضهم يصلون ثلاثة وبعضهم خمسة وبعضهم عشرة فاستحسن أن يجتمعوا على إمام واحد كالحالة التي كانوا عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بهم ليلتين أو ثلاثا جماعة فأراد أن يحيي هذه السنة لأن المحذور الذي من أجله النبي صلى الله عليه وسلم ترك اجتماع الناس لها في المسجد قد زال حيث توقف الوحي فالرسول عليه صلى الله عليه وسلم توقف عن استمراره في صلاة جماعة خشية خشية أن تفرض على الناس وليستطيعونها والآن قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقف الوحي فالمخوف منه غير موجود الآن فدعا عمر رضي الله تعالى عنه الناس لصلاتها وعقد صلاتها خلف إمام واحد هو أبي بن كعب فاجتمعوا على هذه الكيفية يقول خرجت عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال خرجت مع عمر رضي الله تعالى عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصل الرجل لنفسه ويصل الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر رضي الله تعالى عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم إلى أبي بن كعب الحديث رواه البخاري رحمه الله فهذا دليل على جواز صلاة الترويح وانعقادها جماعة في المساجد كما أنه دليل على صحة صلاة الترويح في البيوت وأن هذا كان هو المعمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يصلونها في بيوتهم وبعضهم يصليها في المسجد منفردا أو بعضهم يصليها مع بعض أصحابه فهذا دليل على أن الإنسان إذا صلى صلاة الترويح في بيته مع أهله ولو قل عددهم ولو كان هو وزوجته لصحت الصلاة وانعقدت وربما كانت في مثل ظروفنا هذه هي الأفضل لعدم وجود البديل حينئذ فلا نقول تعطلت صلاة الترويح بسبب هذه المشكلة التي تمر بنا التي نسأل الله تعالى أن كشفها عنا وعن المسلمين في كل مكان وإنما نقول إن هذه السنة باقية ويعمل بها الناس في البيوت ويحيون سنتها في البيوت ونسأل الله تعالى أن يعيد إلى المساجد دورها ومكانتها والناس جميعا في خير وعافية وصحة وسلامة ورد عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه قال قيام رمضان سنة في المساجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمان واعتساب غفر له ما تقدم من ذنبه كونه يقوم رمضان مع إخوانه في المساجد أفضل وإن صلى في البيت فلا حرج هذا في الظروف العادية أما ظرفنا هذه السنة فنقول إن هذا هو السنة والإنسان يحصل الأجر كاملا بأدائه لها إن شاء الله وهو في بيته مع أهله ومع خاصته فمن خلال ما تم عرضه من الأدلة يتبين لنا أن صلاة الترويح مشروعة جماعة وأفراد ومشروعة جماعة في البيوت ومشروعة جماعة في المساجد فيحرص الإنسان على صلاتها جماعة فهو أفضل له وإن صلى وحده منفردا فإنه قد حصل على أجرها وثوابها من المسائل المتعلقة بهذا ختم القرآن في صلاة الترويح تكلم بعض أهل العلم في هذه المسألة ومن ذلك ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال يقول كاساني السنة أن يختم القرآن مرة في الترويح وذلك فيما قاله أبو حنيفة وهو ما أمر به عمر رضي الله تعالى عنه فهو من باب الفضيلة وهو أن يختم القرآن لأجل أن يسمع الناس كامل القرآن فيحصل الإنسان على فضيلة سماع القرآن كاملا من أوله إلى آخره والإمام ينبغي له أن يراعي أحوال المأمومين في يعتمد في طول القيام وقصره على أحوال من وراءه فإذا كانوا يتحملون طول القيام أطال بهم وإذا كانوا لا يتحملون يخفف عنهم لعن الأفضل كثرة الجماعة فهو أفضل من إطالة الصلاة وقد ذكر هذا كثير من أهل العلم وأما القنوت في صلاة الترويح في الوتر فالقنوت يكون في الوتر بعد الركوع وقد ورد في صفة القنوت ما رواه الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عفيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت رواه الأربعة جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا وهذا في النوازل وليس في قيام الليل لكن نأخذ منه مسألة وهي مكان الوتر أو مكان القنوت مكان القنوت قنة شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على بعض الأحياء التي كان يدعو عليها رواه أبو داود هذا دليل على أن القنوت يكون بعد الركوع وقد ورد في بعض الأحاديث وإن كان بعض أهل العلم تكلم عنها أنه يكون قبل الركوع لكن المشهور في هذه المسألة هو ما كان بعد الركوع وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقانت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء رواه عبد الرزاق وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن القنوت في الصلاة الصبح فقال كنا نقنة قبل الركوع وبعده رواه ابن ماجة فلو قنة قبل الركوع إن شاء الله لا حرج عليه لكن الأفضل أن يكون بعد الركوع ويستحب للإنسان أن يرفع يديه في دعاء القنوت والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء وكذلك في دعائه في عندما كسفت الشمس وقد ورد عند مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافعا يديه جعل يسبح ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين رواه مسلم فالإنسان يرفع يديه من آداب الدعاء رفع اليدين في الدعاء وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا يعني خاويتين فمن أسباب إجابة الدعاء أن ترفع يديك في دعائك ومن ذلك في حال قنوتك في صلاة الوتر والقنوت ليس واجبا في الوتر وإنما هو منه مستحبات لو أن الإنسان لم يقنط فلا حرج عليه إن شاء الله وقد ورد عن علي بن ابن طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وهو الأربعة هو أحمد في مسنده وغير ذلك من الأدعية فالإنسان يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة مما يخصه ويحتاجه في أمر دينه ودنياه ويدعو أيضا لأمته وللمسلمين والمسلمات ويدعو أيضا لعموم عباد الله الصالحين ومن ذلك الدعاء بزوال هذا الوباء عن هذه الأمة فنسأل الله تعالى أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يرحم العباد وأن يكشف الضر عن المتضررين وأن يرفع البأس عننا وعن جميع المسلمين في كل مكان ونسأله تعالى أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والصحة والسلام والعافية وأن يكشف الضر عن كل متضرر من عباد الله المتقين إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ترجمة نانسي قنقر